كأن الحرب بدأت اليوم إغلاق للمنافذ البرية والبحرية والجوية وإحكام للحصار هي ذات الإجراءات التي شرع بها التحالف منذ اللحظة الأولى لتدخله العسكري في اليمن قبل قرابة 32 شهرا فالخطوط الجوية اليمنية أعلنت إلغاء جميع رحلاتها من وإلى المطارين الوحيدين المفتوحين في اليمن عدا وسيئون أمر يفاقم من معاناة اليمنيين ويزيد من وطأة الحرب وتداعياتها عليهم ويولد ألف علامة استفهام حول أجندة هذه الحرب وأهدافها وأفقها الزمن صاروخ الرياض كان مستفزا وتجاوز الخطوط الحمراء السعودية وجالب المزيد من الكوارث لليمنيين لكنه منطق الحرب الذي يدفع بأطراف الصراع إلى استخدام أسلحتهم المتاحة حينما تستنفذ الخيارات الارتدادات السياسية لهذا الصاروخ تتجلى في التغير الذي طرأ على قواعد المواجهة بين الرياض والحثين بعد الإعلان عن قائمة الأربعين الذين صنفتهم الرياض كإرهابيين ما أنهى مرحلة من الضبابية التي اكتنفت العلاقة بين الطرفين طيلة السنوات الأربع الماضية لكن هذه المواجهة ما تزال تحتفظ بمساحة من المرونة استدعتها الرغبة في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وهو الأمر الذي يفسر غياب الناطق باسم الحوتيين محمد عبد السلام عن قائمة الأربعين إرهابيين المفترضين يجمع المراقبون على حدوث تحول في مسار الحرب لكن نحو أي وجهة سؤال تستدعيه المخاوف من أن يتحول اليمن إلى إحدى الساحات المشتعلة المفتوحة لغايات إقليمية ودولية متعددة اللاعبين والأقطاب والتأثير لم تنظي الحرب وفقا لخططها المعلنة طالت وتشعبت كما يرى المراقبون حتى تحولت إلى مناسبة لمراكمة القوة النوعية لدى الانقلابيين الذين جاء التحالف لدحرهم قبل أن يغير وجهته السياسية ليستهدف أعداءهم في معسكر الشرعية في ازدواجية لا يحتملها المشهد اليمني المنهك بالحروب والأزمات وفي الآن ذاته جرى تكريس الفشل الأمني والاقتصادي في المساحة الفسيحة من الأرض التي يقول التحالف الشرعية إنها محررة في وقتين كان الأمل معقودا على الفرصة التاريخية التي حملها تدخل التحالف في اليمن قبل أن يتحول هذا التحالف إلى عبئ لا تحتمله الجغرافية ولا أهلها اشتركوا في القناة